تتفاقم معاناة نحو أربعة ملايين سوري نصفهم من النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي البلاد بسبب محاولات نظام الأسد وحليفه الروسي إغلاق المعابر الحدودية التي تدخل من خلالها المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري القوات الروسية حدت كثيرا من عمليات نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود في السنوات الأخيرة وأصرت على أن حكومة دمشق يجب أن تسيطر على جميع المساعدات الدولية الموجهة لدعم ملايين السوريين الذين أنهكهم الصراع الدائر في البلاد منذ عشر سنوات ومع قرب انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي لتسليم المساعدات الإنسانية في العاشر من شهر تموز الجاري شكل أكثر من ألف عامل سوري في المجال الإنساني سلسلة بشرية من مدينة إدلب شمال غربي سوريا وصولا إلى الحدود التركية مطالبين ببقاء المعبر مفتوحة إيقاف المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهواء سيؤدي إلى نتائج كارثية على القطاعات الإنسانية سيؤدي إلى انهيار البنى التحدي في كافة القطاعات الإنسانية الصحة والأمن الغزائي والإصحاح والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى وردنا من خلال هذه الوقف إيصال رسالة إلى ضرورة إبقاء شريان الحياة مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية الدولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من جهتها حذرت من تأثير مدمر سيتعرض له ما يقرب من مليون طفل سوري إذا فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد إدخال المساعدات إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهواء بين تركيا وإدلب مشيرة إلى أن حياة ملايين الأطفال في سوريا تعتمد على هذا القرار الذي من شأنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا التي هي بالأساس ليست مكانا آمنا للأطفال بالنظر إلى الوضع المتردي والهش أصلا بسبب الانتهاكات المتواصلة من جانب نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانجين اشتركوا في القناة